موسيقى صباح الخير أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كلام بيروت طيفي اليوم الصحفي وزميل أستاذ علي حمادي صباح الخير صباح الخير يا سيد علي أهلا وسهلا بك قبل ما نبدأ حديثنا بدأ أسألك ليش تخليت عن الكرافات الحمرة عادة الماركة بدك تنزل على الشارع النزول على الشارع وما سيحمله يوم الغد هو عنوان بارز اليوم بصحف بيروت رح نقش من مختلف زوايا وصولا لارتباطه بالموضوع الأقليمي تحديدا مرورا بانتخابات تيار الوطني الحرية لحسمة مبارح بيتولي الوزير جبران بسير رئيسة هالتيار سنبدأ من منشات جريدة الجمهورية غدا يوم آخر تعتقد أنه غد سيكون يوم آخر وما بعده سيختلف عن اليوم وعما قبله؟ ما بعرف إنما غدا يوم مهم وغدا هناك دعوات للنزول إلى الشارع في المساء يعني للاحتجاج على الحالة المعيشية التي وصلتها البلاد هناك حالة احتجاجية ما ممكن تغاضي عنها ما ممكن واحد يدير وجهه عنها ويقول أنه ما في شيء وما بيقدر يقول أنه أولا ما في شيء بالبلد ما بيقدر يقول أيضا أنه ما في حالة من الغضب العارم الموجودة بأوساط كل الشعب بصرف النظر عن انتماءاتها أكان مناطقية أو الطائفية أو حتى السياسية الآن يوم آخر حسب ممكن يكون يوم آخر إذا كان هذا التجمع بكرة أو هذه التظاهرة كانت كبيرة ويجب أن تكون كبيرة أنا بتأديري لازم نحن كلنا نكون يعني منفتحين ومع إلى جانب الناس موجوعة إنما التعبير عن الوجع لحاله ما بيكفي السؤال كيف؟ السؤال بأي إطار؟ السؤال كيف يمكن حماية هذا التعبير وهذا التعبير عن الوجع حمايته من أولا انزلاقات ممكن يتصيبه تانيا ينفت عليه ويتخذ ينخطف إلى مكان آخر هذا ليس تشكيكاً هذا ليس تشكيك بنوايا الناس ليس تشكيك بهذا الوجع إنما بننفت النظر أنه شيلي بيصرف النظر عن اللي حصل يوم الأحد يوم الثانين ويوم الثلاثة وهذا من أعمال شغب الموضوع منه هيك بس لأنه في أزمة سياسية عميئة ما بيقدروا الموجودين بالشارع يتغاضوا عنها في أزمة بالبلد السياسية إلى علاقة باستفاف سياسي إلى علاقة بوجهة بلبنان كيف يكون لبنان؟ صورة لبنان؟ هوية لبنان نعود إلى نفس العنوين هنا الخلاف على أي لبنان نريد اعتبرت استاذ علي أنه ضرورة أن لا تنزلك ينزلك حراك الغد نحو يمكن أماكن أخرى اليوم جريت السفير أيضاً يلي كتبت عن أن الغد يوم آخر قالت أنه يوم آخر إذا أحسن اللبنانيون الالتقاط الفرصة وحمايتها من الانزلاقات الميدانية والسياسية ولكن تقريباً كتير من القوى السياسية عم تدعي للتظاهر غد يلي ما عم نفهمه أنه يتظاهرون ضد من يعني هذه القوى السياسية تتظاهر ضد من وهي ممثلة بالحكومة بمجلس النواب يلي نفسها بتعتبره غير شرعي أنا هوني بعتقد أنه المنظمين المنظمين ما بالرغب من أنه سمعنا خلال 48 ساعة الماضية تصريحات ومواقف من بعض الجهات المنظمة هني أكثر من جهة أني منا جمعية وحدة هني أكثر من جهة نعم تعدد الجهات عم بيقولوا أنه هني عم بيقولوا لا اللي بدوا ينزل يتظاهر كرميل السياسيين ما ينزل وأنه نحن لن نسمح باختطاف هذه التظاهرة هذا أمر جيد ولازم يحصل نعم ولكن السياسيون عم ينزلوا تحت عنوين أخرى يعني إنما كيف بكرة إذا بكرة في دعوات عم ينقل وتم إبلاغ تهديد بإطار الصراع داخل مجلس وزراء والصراع على التعيينات العسكرية تم إبلاغ تهديد لمعنيين منهم الرئيس الحكومي منهم النائب وليد جمبلات يعني عدد من المرجعيات بالبلد من حسب الله مثلا إنه إذا ما بيتم تلبية شروطنا داخل مجلس وزراء نحن نازلين على التظاهرة يوم السبت نحن وعون وحلفائنا القوم السوري المرادة ووبائية التشكيلات إذن إذن هيدا طريقة الرسالة التي أبلغت من حزب الله عم تقول إنه في عندي أنا باب مفتوح رح فوت فيه اللي هو باب ما إلي علاقة لأنه هول نازلين ظهروا هول نازلين ظهروا ضد الكل هولي حاملين أينين أنه نحن ضد الكل مثل بعضهم كل الطبقة السياسية علما أنه مش كل الطبقة السياسية هي مثل بعضهم اليوم إذا بينزل بدي أسايك سؤال أنا إذا بينزل الجمهور العوني على هذه التظاهرة مش الجمهور العوني المستقل اللي هو عنده بيحب جنرال عون لكنه مستقل وهو يشكل حالي من رأي عام إذا بينزل ناس من خلال حالة تنظيمية معينة وبيفوتوا على التظاهرة هول عم يتظاهروا مع مين ضد مين طيب ضد الحكومة هني بالحكومة ضد الفساد هني بالفساد أو بتهمة الفساد خلينا أقول ما بدنا نحكي ونشتم الناس يعني بس هني هذه الحركة قامت وقالت أن هؤلاء فسدون ضد الزبائنية هني فيتين بالزبائنية بدي عين صهري بدي عين صهري الثاني بدي عين صهري الثاني بدي عين ونمشي صهري الثالث إذن شو؟ هيدا عم نحكي عن عون بس هيدا ينطبق على الآخرين أيضا هل اللي بدوا يصير بكرة بيشبه سبع أيار أستاذ علي؟ يعني حزب الله إذا نزل على هيكم زهرة حزب الله يمثل حالي شاذي بالبلد لديه سلاح غير شرعي ومنفلد يمارس تهويل وترهيب على الناس بالقوة لديه مزاريب طويلة عريضة من التهريب وتبيض العملات وتبيض الأموال ومناطق لا تدخلها الشرعية ولا يطبق فيها القانون ولا يمكن للكبير والصغير إلا أن يكون خاضعا لدولة ضمن الدولة وبالتالي بينزل حزب الله بينزل عم زهرة زهرة هي بدأت دولة بدأت القانون بدأت حقوق الناس بدأت شفافية عم بينزل ناس إنه أجندة تاني هيدا هو الخوف بس وما بريد أنه يشتم من كلامي أنه هيدا أحباط أو محاولة أحباط لعزائم الناس أنا عم بقول نزلوا مش بالعكس لازم ينزلوا الناس إنما اللي عم ينظموا ولديهم مسؤوليات كبيرة بدون يعرفوا وين حدود التنظيم طيب ينزلوا لا يترجموا هذا الحراك كيف إذا كان استعالة الحكومة ممنوعة التستميلة أولا ما في رأي واحد داخل الحالة يعني هذه الحالة الموجودة اللي بدا تنوجد بكرة بالشارع هيدا عبارة عن مجموعة من عشرة خمستاش عشرين ثلاثين جمعية داخلها شوية من الحزب الشوعي القديم وما شوية من الحزب الشوعي جديد حركة الشعب نجح وكيم ومجموعة بعض الناس اللي له علاقة بحالة نقابية معينة سابقة وحالية كل واحد له نظرية واحد له نظرية إنه الحكومة لازم تستقيل لازم نحاسب إنه هذا المشنوق نحطه بالحبس ونحط المشنوق التالي بالحبس ونحط مدرمين بالهدا ونظرية أخرى إنه مجلس النواب غير شرعي هو لازم يروح على بيته وإنه يجب أن تنبسق شرعية جديدة من الشارع وهي تشكل حكومة هي تعمل مجلس النواب هيدا كلام هيدا كلام هيدا كلام ما له ترجمة بس هيدا كلام بتلاقي له مين يمشي فيه بالشارع لأنه شعبوي لأنه لا مش عبوي لأنه كلام بيلاقي صدى عند الناس اللي زعلاني الناس غاضبة قصة الزبالي شغلي لا تغتفر والموضوع منه زبالي يعني أنت أزمتك من نزبالي طيب حلينا قصة الزبالي وقفت المشاكل بالبلد طيب عندك قصة التهربة تعتبر أنه حل هالموضوع يخفف و يعني معلوم أنه من نزل إلى المظاهرات هو فعلا يعبر عن غضب من هذا الموضوع هذا الطفح الكال بموضوع الزبالي موضوع الزبالي سوء إدارة نعم على معكوسا على أنا أزعم شخصيا يعني ما بريد أني هذا إنما في ريحة ما ننضيف داخل موضوع لعبة الزبالي بس أنا ما بقدر أتهم لأنه فعلا ما عندي معطية تقاسم للجبنة يعني يعني أشعر بذلك لكن أنا لست متأكدا يعني ما بدي أعكي الكلام الشريعي لكن عندي سؤال طيب طرحنا سؤال صلنا خمسة أيام على منظمي هذا التحرك نعم وليس بهدف الأحباط طلبنا منهم طيب هني بيقولوا أنه النظام كله يجب تغييره نعم نظام يجب إسقاطه كل الناس ما بيسو طيب الليلون كل الناس يعني كل الناس ولا فيه استثناءات ولا فيه استثناءات ألا لا كل الناس سموا كل الناس ما حدا بيسمي نعم بيسموا غير طيار المستقبل لا لا يوم حسين عاصي بجريدة الديار بيقول طيار المستقبل وسط كل ذلك هو الخاسر الأكبر إن لم يكن الوحيد من هذا الحراك لأن الاستهداف هو مباشر لرموزه وحدهم دون غيره لا مش صحيحة شي يعني مسيو عاصي مسيو عاصي عم يكتب تمنياته الاستهداف الحقيقة للناس نزلت أرفاني من كل الوضع مانا مستهد فيه بشخص بعينه إنما هول الناس اللي نزلوا هيكي إنما ما في شك إنه عم تتدور فيه شغل عم ينشغل على الأرض من جهات منظمة وأيضا من من إعلام كمان موجه عم بيشتغل شغل من أجل من أجل ما عم بيشتغل شغل إلو علاقة بس بموضوع الشارع والتقطي بالشارع شغل منهجي يريد أن يوجه البوصلي الاتهامية نحو فريق لكي ينقذ في محاولة إنقاذ فريق آخر من البوصلي وهذا ليس أنه أنا بأبل هذا الاتهام أنا برفض هذا الاتهام وأنا أقول أليست الدولة ضمن الدولة هي مظهر من مظاهر الفساد يا أخوين أليس السلاح خارج الشرعية مظهر من مظاهر الفساد ولكن مبقى حدا عم يحكي عن هالموضوع أستاذ علي بذل موجة التطرف التي تحيط بلبنان وبذل ما يقول حزب الله أنه هو عم بحول دون أن يأتي هذا التكتير إلى لبنان لا حزب الله عم يجيب التطرف حزب الله هو محرك الأول للتطرف بالبلد وهذه التظاهرات إذا أرادت أن تكون أن تصل إلى نتيجة وأن تصل بهذا المجتمع المدني إلى نتيجة إلى نتيجة تنقذ هذا البلد يجب أن تكون موجهة نحو يجب أن تكون صريحة يجب أن لا تخاف وأنا أزعم وأنا مسؤول عن كلامي وبكرة بيشتمون بالمظاهرات وبدري وين وهذا ما بيهمني الموضوع أنا بيهمني شو ما وقفكم من الدولة ضمن الدولة شو ما وقفكم من السلاح ضمن السلاح شو ما وقفكم من المناطق الأمنية اللي على امتداد الوطن وبعطيكي مثال نعم ترح حل لموضوع المطامر وقدم وانحكى فيه داخل يعني على هامش مجلس وزراء ووصل لحزب الله الحل شو هو مطامر بالسلسة الشرقية باللجهة يعني 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 عن مسرح عمليات رفضوا قالوا هذا مسرح عمليات وهذه مناطق عسكرية نحن ما بقبل ما بيمروا الطير فيها كل المناطق التي 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 إلى علاقة بحزب الله هي مناطق يعني عليها قدسية ما بنوع حدا أن يحكي أنا ما عم بيحكي الموضوع هالكلام لحور الموضوع على حزب الله في موضوع تياري المستقبل تاب استاذ علي انتوا عم تسكروا عيونكن وهذه عم بقولها للمنظمين وللناس اللي عم يفوتوا بهذا الموضوع عم تسكروا عيونكن على حقيقة الموضوع تاب تياري المستقبل شو عم يعمل ليصبت العكس أنا اليوم ما عم بحكي بصفة طيار مستقبل أنا عم بحكي كصحاب طيار المستقبل واجباته أولا أن يكون هو في هذا الحراك لماذا لا نشعر هذا الأمر يعني التكائب والقوات وأن كانوا غير مباشرة فيه ولكن تشتم من المواقف أنه مؤيدين لها لا وطيار المستقبل تفضلي أنت هوني هذه محطة يعني محطة لثيقة بطيار المستقبل ماشي مع التظاهرة عم تحكي كلام جيد وإيجابي مع التظاهرة ببرامج بالبرامج الاجتماعية هذا البرنامج اللي بيجي ورانا بارح كانوا عم بيحكوا على المظاهرة وعن أنه الناس تعباني والناس لازم تكون تعبر عن رأيها لا طيار المستقبل منه ضد سعد الحريري منه أبو الهول هون بلبنان سعد الحريري مش عم يسرق لبنان سعد الحريري عم بيعطي بلبنان عرفتي كيف هلأ إذا في ناس عندها وربما عن حق اعتراضات وعندها وشايفي أنه في محلات في أخطاء بطيار المستقبل داخل طيار المستقبل إيه فيه؟ وين مكان فيه؟ بس دخلك بدي أسألك أنه في أحزاب عم تزيد أنه بدنا ننزل وبدنا ننزل أوكي نزلوا نعم الموضوع منه هاكي إنما علينا أن نفتح عيوننا ونتطلع على أساس المشكلة بالبلد رزانة أبو منصف بالنهار اليوم بتقول لا أطمئنان فعليا أو كليا لعدم وجود نيات مضمرة أو أجندات خفية محلية وأقليمية من وراء تظاهرات المرتقبة ماذا لو كان تطيير الحكومة مطلب أقليمي؟ بتشوف أنه اليوم الظرف مؤاتي لإيران لتحقيق هذا الغرض تحديدا ممكن يكون فيه محاولة يعني استراتيجية حزب الله بالعمل هي القدم التقدم بالقدم نعم أنا معا بلك أنه فيه ضربة قاضية اليوم أنه بيعملوا ضربة قاضية وبيلقطوا البلد ما بتبقى من البلد بيلقطوه وستحق فكري أنه حزب الله بيقاف عند 7000-10000 20 ألف بينزلوا بالشارع عم بيزقفوا معهم طابلات ومعهم زمامير وعم بيدعوا لمحاربة الفساد وللدولة العلمانية للدولة العلمانية هذا حزب طائفي ومذهبي هذا ورئيسه معمم ولبس عمامي على راسه فما تفكروا حالكم أنه بمكان ما يعني رح تكونه ضمن إطار حزب الله فهذا إذا استطاع أن يحقق نقاط بهذه المناسبة بيحققها إذا لم يستطع بينطر لمرحلة تانية ضربة قادمة أنه مضطر عليها عرفتي كيف؟ اليوم أنا مأخدي أنا مأخدي أنه على بعض الذين فلشين حالا على وسائل الإعلام من منظمي هذه التظاهرة أن نكون بمكان ما عم توصلوا على المحل اللي ما لازم ينخاف منه عم بتمتحيد عم ترجعوا منه عم بيرجعوا منه وصار عنا أكتر من مثال خلال الأيام القليل الماضي وحتى معي أنا ببعض المناسبات لما بتجي بتقليله طيب بيجي بقلك فلان فاسد حزبه فاسد فلان فاسد وهذا بقل له أوكي سلم جدلا معك حزب الله ورئيسه فاسد ولا لا بقلك ما تدخلني بمشكلة أنا ما بدي يفوت بهكي أنا ما عم بقول هكي لكون سلبي أنا عم بقول هكي وعم بدعي للناس إلى التظاهر بس أنا عم بقول بس أنا ننتبه أولا أنه ببعض الجمعيات ما يكون في أجندة مخفية لما تمام اسلامي نهار الأحد عبكرة تمام اسلام شيخ الأوادم رجل على إيده ما في دم رجل عامل رئيس حكومي حكومي هادي حكومي مش حكومة حل الأزمات اللبنانية تمام اسلام في دائه ما في حل بلبنان بتجوا بتجوا بترفضوا الحوار معه بتقولوا بدي نسقطك وإذا بظهرك طيب في أشياء منه طبيعية أنا بفهم يكون في حماس بس بدكون تنتبهوا وين الحماس بدو يكون موجه لأنه راح تصفوا مثل ما كتبت أنا بمقالتي بالنهار من أربعة أيام وبعدني على ذلك وهي مع علامة استفهام يجب تكون إياكم أن تكونوا ماطية لحزب الله بعد الفاصل هل ما أنتجت جلسة مجلس الوزراء بالأمس وهل الإخراج يلي صار بتغيب الوزراء وإمرار سلسلة قرارات هو الصورة المعاكسة للصورة السودوية اللي كنا عم نحكي عنها يعني فرصة جديدة أمام حكومة الرئيس تمام سلام بعد الفاصل نتابع الحديث جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالأمس هل تكون آخر جلسة تساؤل ترح اليوم بالصحف ولك راح أبدأ من مقال استذرا في أخوري الذي كتب عن غياب الوزراء لعله أو سأل هل كان الإخراج المناسب للجميع بإطار العمل على الخروج من المأزق وهل دقت ساعة النزول عن الأشجار العالية التي سعد إليها أكثر من طرف أم أن اللعبة لا تزال معقدة بماذا تجيب الاستاذ رفيق؟ لا اللعبة معقدة لأنه الطلب يعني المطلب الأساسي الذي المطروعة الطاولة شيء لموضوع المرسيم اللي فيها وعدة وجهة نظر وممكن كان يعني يلتقى لها مخارج من دون ما توصل الأمور المطلب هو جنرال العون بده تعينات عسكرية ترفيع 12 ضابط من ضمنهم صهره العميد روكوز إلى رتبة لواء وترفيع بحيث أنه بتمدد له أوتوماتيكيا لمدة سنتين بالجيش وليكون جاهز لخلافة الجنرال أهوجي لما بيطلع بيتم تسريحه بعد 12 شهر أو 11 شهر يعني بتخلص مدة المفروض بعد 11 شهر الموضوع خليها الناس تعرف الموضوع هذا هو الموضوع والخلاف الحقيقي والعميء هذا هو الموضوع طيار الوطني الحر مش عامل مشكلة عن النفايات مش عامل مشكلة عن الفساد مش عامل هذا لأنه هو معني بنقطة وحدة معني بموضوع التعينات العسكرية بدهم قيادة الجيش حسب الله بدهم قيادة الجيش صحيح أنه قائد الجيش الحالي يعني فاتحون وفاتحوني ويعني كونه قائد جيش كل لبنان بيحكي مع الكل يعني بتقول إذا نحلت بهذه المسألة إذا نحلت بهذه المسألة ترجع جلسات مجلس الوزراء عادية يعني وين بيصير مطلب الألية مطلب الألية خلص ما تم تخريجه انتهى دغري يعني مطلب الألية تم تخريجه وأنه هناك عدة أنواع من المرسيم هناك مرسيم تحتاج إلى مرسيم عادية وهي عادة ليست من اختصاص رئيس جمهوري من القرارات العادية التي لا تحتاج إلى إجماع وفي 14 موضوع يعني هن المواضيع الساتيجية بسمون أو الأساسية اللي بدها إجماع الأربع وعشرين فليكن إجماع الأربع وعشرين نعم ولكن كمان مرة أستاذ علي بهالموضوع عم تنوضع الكرة بملعب طيار المستقبل إنه هو ما عم يقبل بالشراكة ويتجاهل المكون المسيحي الأساسي يعني هذا ما يقوله الطيار الوطن الحق ليش عم دائما عم تنوضع الأمور بخانة طيار المستقبل إنه هو الذي يرفض مسألة التعيين مش صحيح شي لأنه هناك موقع رئاسة الحكومة نعم ليس ملكا لطيار المستقبل ولا لتمام السلام ولا لأي أحد هو ملك لهذا هو موقع أساسي بالبلد رئيس الحكومي أستاذ طمام السلام اعتبر إنه هناك من يحاول أن يقدم من صلاحيته نعم أوكي عمل تسوية مثل كل شي بنعمل بالبلد وأنا بتقديري من الأساس كن لازم بنعمل تسوية وحتى قصة الأربع عشرين توقيع اللي عم بيحكوا فيهون مسي باسيل إنه هذه الشراكة عال تراحوا موضوع التعيينات على أربع عشرين موافقة وزير واحد بيطيركم تعيين شامل روكوز أو ترفيعه أو مدري شو ترقيته هذا البلد هذا البلد لكن طيار المستقبل مش صحيح إنه بالعكس كانوا فتحين حوار مع العماد عون موضوع مشكلة العماد عون هي شغلتين الشغل الأولى إنه فتح حوار عمل هدني بالعكس صار يطبطب رح عمل عيد بلاده ببات الوسط لما كان شامل بريحة رئيسة الجمهورية لما فهم إنه لما مش فهم فهم إنه ما بيقدر طيار المستقبل يلحقوا لرئيسة الجمهورية ويعطيه إصواته طالما هو ما جاب المسيحيين أربع عشر أزار يعني كل الأحزاب المسيحية وكل القوى المستقلين اللي هني رافضين وقيل للعماد عون نحن معك رئيسا للجمهورية لكن يجب أن تأتي بالمسيحيين قبل ما تجيبنا نحن أصواتنا أصوات طيار المستقبل وأصوات أربع عشر أزار غير المسيحي كلنا بدأ نجيب لك إيها بس ما فيك تقول طيار المستقبل يعطيك تلاتين أو تلاتين صوت بمجلس النواب والقوات والكتايب والأحرار والمستقلين كلهم رافضين القوات ما عنده أعلان نواية العلان نواية بس ما فيه دعم لرئيس جمهورية نعم بس ما فيه رفض بالعلن لأصول العماد عون لرئيس جمهورية ليه قعدوا مع بعض عشرين جلسة بإعلان نواية نعم بموضوع رئيس جمهورية يحطوها بره لأنهم مختلفين عليها القوات مش بس القوات الموضوع الموضوع من هو قوات قوات حسب كتايب أحرار مستقلين فيه عندك أولا عماد عون عنده أليس من الظلم وضع الكرة بالملعب المسيحي الأستاذ علي لديه أقل من 30 نايم مسيحي نعم الآخرين هني أكتر منه بالمجلس نوعين 64 عم تقول وكأن المشكلة عند المسيحيين أنه ما ويفقوا يمشوا بالعماد عون بس معلوم أنه هالمشكلة ليست في لبنان يعني هيدا عقدة رئاسة ظلم وضعها هيدا يعيدنا إلى الكلام الآخر اللي بيتعلق بطبيعة التركيبة اللبنانية إنه إنه لبنان لا يحتمل رئيس جمهورية من 8 أزار بيجي رئيس جمهورية من 8 أزار إذا نزلوا وعملوا انقلاب عسكري على أمني على احتلال البلد يمكن يقدروا وصلوها ويجبروا النواب تصوت وتنزلوا وبيعملوا جلسة وجلسة انقلابية بمجلس نواب عدا ذلك مش وارد رئيس جمهورية من 8 أزار وارد هذا السيناريو اللي عم تحكي عنه كل شي وارد هل تشعر أنه اليوم في محاولة للانقلاب في محاولة بدون ينطوا على الحراك الحراك الشعبي الاحتجاجي بالبلد اللي هو اللي هو يعني الناس معه والناس متعاطفي معه بيحاولوا ينطوا عليه ويفوتوا من ورا يفوتوا لمحاولة تحقيق مكاسب وقدم بتدريجي لبعض المواقع السياسية التي تعارض امساك البلد امساك طب الله بالبلد طيب اليوم بدوا يعمل مؤتمر سحافي العماد عون معطيات جريدة المستقبل بخلاف كل الصحف بتقول أنه لن سيعلن أن الطيار لن يشارك بتظاهرة الغد في ساحة الشهداء إنما الأسبوع المقبل سيلجع إلى الشارع إذا صار هيك حقيقة هل بتشوفها إشارة إيجابية؟ لا إيجابية يعني طيار طيار وطني الحر لما بينزل على الشارع لحاله بينزل مثل ما نزل بالماكسيموم هذه كل مرة أكتر شوي أقل شوي هوليني لأنه مطالبه هي مطالب شخصية وشخصانية رئيس جمهورية عون قائد جيش صهر عون ناس ما تشوفها كلام كبير وتهويل ما نقل ليس بجديد هذا موقف هذا هو الموقف ناس هيدا إذا نزل كرمي الموضوع شخصي تنزل طيب أما يمكن جمعة الجاي يكون من حلت الأمور يجي 8 أزار كلها تنضم لعون بما فيها جمهور حزب الله بما فيها بقية مكونات ويدا ويعملوا له مظاهرة محترمة يعني يغطوه جوا فيها يعني يعني يعملوا له مظاهرة فيها انتحاب بقى الوزراء بجلسة مجلس الوزراء إذا نزل على المظاهرة بكرة بفشلها ماذا لعمد عون عون إذا قال بده ينزل بكرة على المظاهرة يعني قولي انتهت المظاهرة طيب الرئيس بري على ماذا يعمل وهو قال لجريدة المستقبل إنه يفكر بالدعوة جديا لطاولة تشاورية بين الأفريقاء السياسيين على نسق طاولة حوار لألفين وستة صحيح ما اتخذ لقرار النهائي لأنه نجاح الموضوع يحتاج لمشاورات لكي لا يواجه بأي دعسة ناقصة لأنه لأنه الجو متأزم والأفريقاء هلأ ما عم بيعجوا مقطوع يعني فيه تواصل لكن التواصل أصبح يعني منه منه مرتاح مثل ما كان بين طيار المستقبل عندك معطيات حول حركة رئيس نبي بري لموضوع الطاولة أنه بل يعود طاولة حوار لا بعد معطيات شو هي الظروف اللي تغيرت لحتى تنجح مثل هذه الطاولة بوقت ما نجحت أكتر من 15 جالسة أو أكتر رئيس بري ربما لأنه شايف أنه ممكن يصير في منزلقات بالبلد يعني ينزل البلد على فوضى وعلى مطالب فوضوية يعني رح أعطيكي مثل لما بيجي فريق منظم وهو مكون أساسي من المنظمين للحراك الشعبي بيقلك بدي سقط مجلس نواب بدي سقط رئيس مجلس الوزراء بدي بدي فوض كل الناس على الحبس يعني كلام كلام فوضوي مقلو يعني مقلو يعني بيعكس يمكن جو الناس زعلاني بس ما له أي ترجمة على الأرض سوى أنه دعوة لفوضى وبيفتح باب فوضى لأنه الشي اللي صار هذه المرة من الفوضى الاندساس وأنا بسميهم مندسين حتى ما سمي شي تاني من المندسين اللي اللي فاتوا فاتوا شفت كيف فاتوا يعني 100 واحد زربت 8000 وقفوا فاتوا 100 واحد دار لأحد بعض دور قدام 8000 شخص أو 7000 شخص من المجتمع المدني ومن الناس المدنيين قطعوا بالنص ما حدا استرجال في عراسه فاتوا وعملوا حفلة عركة مع الحرس الحكومي وما حدا نقدروا الناس هربي عم تاخد على المنظمين أنه مش منظمين يعني بمعنى أنه شعاراتهم فوضى فوضى هل هل السياسيين بوضع أفضل هل في خطة ورؤية للمرحلة المقبلة يعني كمان ما في طور 14 أزار بحالي من الفوضى 8 أزار بحالي من الفوضى الصراع الأساسي على البلد بعده قائم أساسي نعم وهو جزء أيضا جانب من جوانب هو جزء من الصراع بالمنطقة أنتو ناسيين أنه على بعد 40 كيلومتر في حمام دم و300 ألف أتيل موجودين حقكم يا لبنانيين شو الأحلام والكبيرة ناسين أنه بالعراق يومية العراق هي بين 500 ألف أتيل وكأن لبنان يعيش بجزيرة لبنان جزء من الصراع سريعا أستاذ علي النهار بتقول أنه الموقف قرار مؤطعة الجلسة من قبل حزب الله أتى بناء على إلحاح من الطيار والحزب لم يكن متحمسا له بل فوجئ وقرر دعم حليفه بمرات سي بأتميز حزب الله عن نتيار الوضع يتميز عندما يجب مصلحة أنه فينا نتيار بس لهذه القصة عون اعتبر أنه في طعن يظهره وخصوصا عندما وجد أنه وجد نفسه مكشوف بالشارع نزل أول مرة طيب تاني مرة شخصيا وقف عون ودعا ودعا وعمل تنظيم ونوابه بالمناطق وبالأحيا صاروا يلموا الناس لم وينزلوا على رأسه لا يقدروا يجيبوا عدد هو شخصيا عمل ضخ إعلامي وحملة إعلامية نزلوا ونزلوا ونزلوا وطلع بمؤتمر صحفي قبل بلايل لا يدعي كل العملية تمخطت عن ألف ألف ومئتين شخص نزلوا على ساحة الشهداء ورجعوا وهو كان تنظيم يعني بتعتبر أنه هلأ ما يجري ردت فعل هلأ رح يعملوله تبهي هلأ إذا نزل على الشارع رح ينزل بالتنسيق معهن بيعملوله مظاهرة محترمة لكن بيعملوله تبهي في فرق كبير نائب وليد جنبلات لفت بدخوله على خط احتواء تدعيات الأزمة بحسب ماشات السفير وأكد ضرورة عدم إقصاء العماد عون وقال لا يجوز استبعاد العماد عون أتفهم موقفه من مسألة توقيع المرسيم وأعتقد أنه من الأفضل إقرار بعضها بالتشاور معه وبالتالي لا يجوز استخدام قضية المرسيم نائب جنبلات شو عم يعمل نائب جنبلات مضع المرسيم بالأكترية تتنقل وليش أخذ رجع تراجع عنا مثل ما تراجعوا الآخرين صراحة يعني ليش عم نحكي نسأل عن وليد جنبلات مثل ما تراجعوا الآخرين بموضوع رئيس الحكومة تراجع طيار المستقبل قبل يعني إذن الموضوع باللعبة السيسية وبالتوازنات الدقيقة السيسية جملات الحريري الآخرين اللي هني عمليا ما تفتكري يعني ما نخاف يعني ما نقول أنه والله البلد تغير هذا بعد التهويل الإعلامي يعني بعد هؤلاء اللايفات اللي من ساحة رياض الصلح وهذا أنه البلد تغير والناس راح تركت ناس تركت كل القوى السياسية وراحت عم حالتين مش صحيح الشي لأنه الأستاذ أميل خوري ذكر اليوم بمقاله بأنه سبعة أيار قتا بعدما أجبرت حكومة الرئيس سنيورة على إلغاء مراسيم كانت أخذتها وتتعلق بحزب يعني عمل مثل مؤارنة بين المسألتين بس سبعة أيار كمان كان جزء منه في محاولة ل يعني لإحداث انقلاب سريع بظرف كان فيه الصدام بالمنطقة وقرار من جهتين فيتين ببعضهم يعني أنه يصطدموا نعم اليوم القرار غير متوافر اليوم لهلأ حسب معلوماتنا القرار هو بالتهدئة بعد الفاصل رئاسة الجمهورية وانتخابي التيار الوطني الحر لحظات ونعود أقل من عشر دقائق تفصيلنا عن نهاية الحلقة سريعا بدنا نستعب بدأ أسألك الأسئلة أو العنوين التي استوقفتنا اليوم سفير البابوي يتحرك هل نحن أمام رئيس بعد شهر أيلول سؤال طرح توني عيسى بجريد الجمهورية انطلاءا من الحديث عن سل التفاهمات شاملة وليس هناك سبب لكي يرفض الأمريكيون والإيرانيون على حد سواء انتخاب رئيس في لبنان بعد مرور يمكن الاتفاق نووي بالكونغرس أولا الموقف انتخاب رئيس الجمهورية هن الإيرانيين هن فريق واضح معروف هن تحالف حزب الله بعد ما يمروا الاتفاق النووي بالكونغرس هل إيران من مصلحتها تعطي بلبنان بورقة الاتفاق الرئيسية لا لا ما إلا مصلحتها تعطي هن بدون يوصلوا مرشحهم مرشح الإيرانيين مرشح حزب الله هو جنرال ميشيل عون نقطة على السطر ما نضيع البوصة ما نغلي إذا أخذ من إيران باليمن رح تقبل ما رح يوصل ما رح يوصل لأنه بيوصل بمشكل طويل عريض بيوصل على حمام دم بالبلد عون هو جزء من 8 أزار مكون أساسي ومحترم بـ 8 أزار لبنان يحتاج إلى رئيس حكيم متوازن توافقي توافقي وفاتح على الكل عون ما بيقدر يفتح على الكل هون بيفتح على الكل بيفتح على الكل تاكتيكيا لما بيشعر أنه عم يستفيد وممكن يستفيد منك لما بيشعر أنه ما ممكن يستفيد منك برجع مثل ما بلج مثل ما شفتي من جمعتين هذا هو ميشيل عون المعضيات الأجواء الدولية والأكليمية أيضا بحسب سوريا شاهين بالمستقبل ستساهم من الآن وحتى ما قبل نهاية هذه السنة في أن يكون للبنان رئيس للجمهورية في انتباع أستاذ علي أنه نحن قادمين على انتخاب رئيس الجمهورية عندك نفسه؟ لا ما عندي هذا الانتباع بعد ما يمر الاتفاق النووي بالكونكتس الأمريكي وتنفرج قليلا العلاقات الإيرانية الخليجية ونكتشوف في التسوية بسوريا هل هناك تقدم جدي على مصار جنافة لاتي اللي عم يتم الحكي عنه إيه أم لا؟ بعتقد أنه لبنان ما زال لا يزال أسيرا لهذا التوازن الإقليمي ولهذه المعركة الإقليمية ممكن ممكن يزمط رئيس جمهورية وممكن يصلوا على تفاهم التفاهم الوحيد ليكون على رئيس جمهورية محايد توافقي يكون كل الأطراف يشعروا أنه إلو نحكي معه أما رئيس جمهورية من فريق واحد يعني ما فيه رئيس ثم وبالنسبة للعراق واليمن والملفات الأخرى كيف تشوف هيك تطور الأمور في المعركة أن اليمن متطور ومتحرك بسرعة كبيرة مثل ما شفتي بموضوع بالموضوع السوري وهو الموضوع المهم الموضوع السوري جامد فيما يتعلق بالموضوع العراقي أيضا هناك مواجهة لكن الوضع جامد بالعراق الحال الوحيد اللي اليوم ممكن تشهدي فيها تطورات كبيرة وسريعة ممكن يكون اليمن سوريا الأمريكيين يمنعون الحسم في سوريا ستفكري أنه بشار الأسد بائن بقوته أو بقوة الإيرانيين هو باقي بقوة تواطئ الإدارة الأمريكية لمنع إسقاط بشار ولمنع الحق الهزيمي بمحور بشار طهران لأنه بدون توازن بالوقت الحاضر هؤلاء يمنعون تسليح الثوار هؤلاء يفشلون خط كل المخترحات التي تتعلق بالمناطق الآمنة كان في الشمال أو في الجنوب هؤلاء يجرجرون بجر بجر اجريهم أيضا الأمريكيين يعني حتى بمواجهة داعش مع بقوموا بأي عمل جدي وحقيقي بمواجهة داعش بعنوان داخل انتخابات التيار الوطني الحر تصدرت اليوم العنوين وأيضا اهتم فيها رسموا الكاريكاتور منهم أرماعهمس بجريدة النهار تحت عنوان انتخابات التيار الوطني الحر بسيل يفوز بالتزكية صندوق الاقتراع وعبارة 99.9% من الناخبين ما اقترعوا ما انتهت إليه انتخابات التيار الوطني الحر هل هي بداية الاحزاب لأنه قام على شعار مهاجمة الويرات السياسية ضد الاقتع اعمل اخطع بس انه بالنتيجة شوف الاحزاب التاني كلها امي شي حزب ام خلينا نكون صريحين يعني ما في معظم الاحزاب وانا بقول ربما قد يكون لا ربما قد يكون وحيد على الساحة اللي ما بيقدر يحمل الوراث السياسية لهلأ هيك مبيان حظ بالله يعني بيروح نصر الله مش بالضرورة رح يجي ابن نصر الله او ابن خي نصر الله محل ممكن يجي لانه هيدا شغل له علاقة بالقيادة الايرانية وعلاقة بقرار مركزي يتخذ في طهران اما بقيت الاحزاب عائلية لذلك انا بقول للي بدون ينتقدوا عون من احزاب اخرى صار متلكون او هو متلكون اساسا يعني هل بتاعت اذا حيكون يعني موجة الغضب يلي انحكى عنها وقيل حتى انه البعض مزق بطاقته بطايل الوطن ممكن تتوسع ام رح يتم الاحزاب حتى القوات ممكن ما يكون تطور ما يكون في وراث السياسية ما يروح على تطور وراث السياسية للقوات لانه لا هلأ احنا مش شايفين انه في اجواء وراث السياسية انا هون السؤال انه هلأ ما في اجواء انتخابات ولا عن حزب الله ولا عند القوات لانه طيار وطن الحر تقدم الجنرال مش العون بالعمر يستدعي التفكير بمرحلة ما بعد عون هذا امر طبيعي النائب وريد جملات عم يفكر بهذا الموضوع وهو اصغر من عون اللي اصغر من اتنين هو المرادة نعم يريد ان ينصرف للعناوين الاكبر بده يمشي ابنه بالله اذا عون منه استثناء عون جزء مثل مثل غيره البعض بحسب ليا ازب الاخبار مزق بطاقته الحزبية الى نصفين والبعض الاخر حاول رص الصفوف والمضيق قدما بالمعركة الانتخابية ولو برأس حرب اخر واشارت الى انه النائب الاعون سافر الى فرنسا لتحاشي المشاركة في حفل تنصيب لانه لانه النائب الاعون وهذا لو صار انتخابات نجح الاعون نعم كان سقط جبران باسيل لكن جبران باسيل هو خيار عمه عمه بده ومستعد يسكر الدكان كله بس لا يمشي وانضغط على الا والا عنده شعبية الاعون ومحترم ومحبوب بأوساط الطيار وله ايضا صدقات وعلاقات وحالة انفتاحية على بقية المكونات السيسية بالبلد الاعون من الناس اللي وين ما بتحطيه بيحكي قادر يحكي مع كل الناس جبران باسيل ما بيقدر يحكي مع كل الناس جبران باسيل عنده مشكلة حقيقية داخل طياره وعنده مشكلة حقيقية خارج طياره ايضا كمان مش عم منزمه للرجل بس هاي معروفة البعض ولولا ما فات الجنرال كبس على بهالموضوع ما كنصر فيها التسوية وطبعا انا عون ما رح يظهر عن يعني يعمل انتفاضة على خاله يعني بش موضوع باعد هون بيقول انطلاءا من الحديث عن التسوية داخل طيار الوطن الحر انه اذا العماد عون مشي بهذه التسوية داخل طياره حفاظا على هذا الطيار فكيف بالحرق البلد انه ليش ما بينطبق منطق التسوية على البلد وعلى رئاسة الجمهورية ام انه كل هو لانه لديه فكرة او صورة واضحة عما يريد يريد ان يوصل يريد ان يصبح رئيسا للجمهورية وهو يخود معركة تعطيل رئيسة الجمهورية تحت عنوين براقة كله حكي بالنتيجة عملها سنة التسعين وهلا عم بيعملها بنفس الوقت بده غير غير بمفهوم الجمهورية اللبنانية وتركيبة التوازنات اللبنية بس اعطيني دقيقة بقصة الفصل اخترق فات بقصة الفصل بين الوزارة والنيابة يعملها قانون عنده مش لا يعمل شفافية وما شفافية لانه لانه لو نجح صهره ما كان قدر ما كان عملا نعم وهل عم بيخود معركة تعطيل قيادة الجيش لكي يوصل صهره الاخر هذا هو ميشيل عون مع احترامنا لأله ومع تقديرنا انه هو رجل له قيمة سياسية وله حضور سياسي ويجب احترام يعني شرعيته السياسية وشرعيته الشعبية وزعمته وزعمة من زعيم بس كمان بهل بهل موضوع وقتنا انتهى مع انه كان فيه بعد عدة عدة مقالات كتحب اسألك عنه نستاذ علي احمادي اهلا وسهلا فيك بكلام بيروت شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا بذل اشتركوا في القناة